أعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة توزيع وجبة جديدة من سنف المتقاعدين وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه تم منح وجبة جديدة من سنف المتقاعدين التي تبدأ من خمسة ملايين ولغاية خمسة وعشرين مليوناً وأوضح البيان أن صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحي السلفة وذلك بعد أن استكمل جميع الإجراءات لمنحي إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تم التعبئة الرصيد المالي إليها وداعن المصرف المتقاعدين إلى مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة وأضاف البيان أن المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السنف اتباعاً وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق